اشتركوا في القناة وكانت الحلقة الثانية فأما الآن مع الحلقة الثالثة في هذا الفيديو الذي سيوضح لكم ما علامات الحمو أو علامات الحماو عند ذكر الحسون فكما قلنا سابقا في الفيديوهات السابقة على القناة لمن كان يتابعنا في السنين الماضية أن أهم علامة من علامات الحمو هي التغريد المتواصل وبصوت عالي وبشكل قوي ومن ينظر الحسون الحامي على وجهه فيرى أن المنقار قد أصبح أبيض وأيضا رجليه أصبحتها باللون الأبيض وأن شكل العيون أيضا تختلف فالحسون الحميان أو الحسون الحامي تكون عيونه جاحظة قليلا للخارج أو يكون مبحر في الشيء الذي ينظر إليه وخاصة الحسون الكبيس من يتأكد منكم أو من يريد التأكد من النظر يلاحظ الفرق بين العيون كأن عيونه بدأت انفجر من قوته وأيضا عندما نقوم بتقريب قفص حسون آخر منه يقوم هذا الحسون في الموتاة والتكريب ويقوم بطبش رأسه من الخلف ومن ثم يبدأ في الهيجان والتغريد المستمر والغير متقطع ويرخي أجناحته ويذليها ويفتحها أيضا وطبعا هناك مراحل قبل الحمو وقبل الحماوة وأشياء يجب تأمينها للحسون لكي يصل لهذه الدرجة من الحماوة ففي بداية شهر نيسان ابدأ أنا بوضع فيتامين إي للحسسين وهو المقوى الجنسي فهو يساعدهم كثيرا ويوجد عندنا دواء وهو عبارة عن فيتامينات تتحول في جسم الطائر لهرمونات وهي عبارة عن عبوة اسمها الطائر القوي أو الطير القوي وهي مجربة وفعاليتها جيدة جدا ولا أقوم بوضع فيتامين إي قبل شهر نيسان ويجب أن يكون الجو قد بدأ بالدفع ويمكن أن أضع فيتامينات عامة كل أسبوع مرة فقط خلال فصل الشتاء لأن وضع الفيتامين كل يوم إذا كنت أنت تظن بأن هذا فائد للطائر فإنه خطأ ومضر جدا للطائر ويجب ترك الطائر فترة ليريح الجسم لكي يطرح الجسم الفائد منه إلى خارج الجسم خلال هذا الأسبوع والعصفير المغردة بشكل عام بأنها تحب الضوضاء وتقوم بالتغريد بشكل كبير أثناء وجود صوت غناء أو موسيقى ونلاحظ هذا كثيرا عند كثير من المربيين ومن لا يرغب وضع شرائط موسيقى وغناء فيوجد شرائط مدح وذكر وأنشيد لكن ليس المقصود أن تعمل حفل بالدار وهذا موضوع كبير وواسع ولا يمكن أن نتوضيح كل هذه الأمور في فيديو واحد فإذا كنت أخي الكريم مربي الحسون مهتم في هذا الموضوع وتريد المزيد من المعلومات عنه أخبرنا في تعليق أسفل الفيديو حتى نستمر في رفع المزيد من هذه الفيديوهات لكن لا تنسوا أحباتي في الله الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم جديدنا فيما يخص تزاوج وتغذية وعلاج الحسون ولا تنسوا الإعجاب بصفتنا على الفيسبوك وجميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا سوف تجدونها بالوصف أسفل الفيديو ولمن لديه أي سؤال أو استفسار يمكنه وضعه في التعليقات أسفل الفيديو وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم سريعا ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته وشكرا لكم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر